اجتمع رئيس المجلس التسيري ببلدية طبرق السيد فراشبو الخطبية وعضو المجلس التسيري السيد عبد الكريم بطابونة حيث ضم هذا الاجتماع كل من ادارة ميناء طبرق البحري وادارة الجمالك بالميناء تضمن الاجتماع مناقشة الارادات والدخل الذي يدخل على المنفذ البحري بميناء طبرق وطالب رئيس المجلس التسيري من ادارة الميناء والجمالك بخصم حصة البلدية كما طالبهم بالاهتمام بالميناء وتجديد المراقبة على المواد التي تصل الى الميناء وراح اهب بقناة الحداث الليبية اما فيما يخص اجتماع اليوم مع الطاقم الاداري الذي يخص ميناء جمالك ميناء طبرق وام السادة حريس ميناء طبرق والسيد مدير جمالك والسيد مدير شركة المناولة ومحاسب جمالك وذلك لتنظيم عمل الميناء وطارها بالمهدر الضائق والمحافظة على مواد المواطنين والامن بالميناء وكذلك حصة بلدية طبرق في ردات جمالك وردات الموالي وشركة المناولة كما اكد على العمل بالميناء بالصورة الصحيحة ومعاقبة كل المخالفين لللوائح القانونية اشتركوا في القناة